يوما بعد آخر تظهر أحزاب السلطة في العراق أنها لا تخشى فشلها ولا تأبه حتى بالكشف عن فسادها وسرقتها لثروات البلاد وعبثها بمصير شعب بأكمله حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي وهي تتجهز للرحيل تقرر توزيع قطع أراضي بمساحة 600 متر لرئيس وأعضاء مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية وممن هم بدرجة وزير نشطاء ومراقبون تداولوا نسخة من الكتاب الحكومي معتبرينه سارقة علنية ودون حياء حيث استثني المشملون بهذه الأراضي حتى من شرط مسقط الرأس فيما أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي أن القرار يمثل تمييزا واضحا ومنافيا لمبدأ تكافؤ الفرص يأتي ذلك بعيد أيام من انتهاء عمر الحكومة والدورة البرلمانية التي لم تختلف عن سابقاتها إلا بتضاعف حجم المشاكل والأزمات وزيادة مستوى الفساد في وقت كان الحديث الحكومي قبيل الانتخابات يتذرع بوجود الحصانة الممنوحة للنواب بأنها تعرقل إجراءات المساءلة والتحقيق بملفات الفساد ومع خسارة أكثر من سبعين بالمئة من النواب مقاعدهم ورفع الحصانة عنهم فلا ملامح توحي بملاحقة هؤلاء وفقا لمراكز بحثية مصادر متعددة أكدت أن بعض النواب الذين أثيرت حولهم تهم فساد غادروا العراق بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات والتأكد من عدم وجود أسمائهم بين المتصدرين للمشهد السياسي كغيرهم ممن أعيد تدويرهم مشيرين إلى أن بعضهم غادروا عبر مطار بغداد إلى وجهات مختلفة من بينها لبنان وإيران ودول أوروبية من دون إيقافهم من قبل السلطات الأمنية الصراع السياسي المحتدم على توزيع المناصب في الحكومة القادمة قد يرفع من وطرة هروب المزيد من المتهمين إلى خارج البلاد وهو ما يكشف عن مستوى الكارثة التي يعيشها العراق نتيجة تسيد الفاسدين من مزدوجية الجنسية والولاء